مجلس النواب لا يمكن للإصلاح بهذه الطريقة ولا بفوهة البندقية ولا يمكن للإصلاح أن يكون ويدخل مجلس النواب ويتمنى لو كان معه مسدسا ليلقيه رصاصة إلى ما قال وأنا والله لا أستطيع أن أقول ما قاله صراحة لكني أنا أريد أن أقول فكرة معينة استطاع هذا ومن معه أن ينقل النسيج الوطني الذي حصل قبل أسبوعين المجتمع الأردني المجتمع الأردني قبل أسبوعين كان مجتمعا متماسكا مهيبا قويا صاحب كلمة واحدة في وجه الاحتلال الصهيوني ورفع الأعلام الأردنية والأعلام الفلسطينية ونزل حتى إلى الحدود كل هذا وأنا أقول أنهم استطاعوا أن ينقلوا المعركة من فلسطين إلى حاضرة عمان وهذا صدقا أقف عنده مرارا وتكرارا وأنا أعتقد أن هذا الأمر كله دبر بليل ولا يأتي وليدة لحظة مختصر الكلام ومختصر المشهد نقطة أول استطر ذهب أسامة وسيأتي من يخلفه وتستمر الحياة البرلمانية وتعلقنا بالمؤسسة البرلمانية وليست بشخوصها فالأشخاص يذهبون ويأتون ويبقى العرش وتبقى المؤسسة البرلمانية دكتور ليث في هذا الإطار السؤال من الذي سيخلف النائب المخصول وسامة عجال نعم إذا ما استعرضنا المادة 88 من الدستور أوردت أحكام خاصة تتعلق بملئ أي شاغر في مجلس النواب اليوم لدينا شاغر في مجلس النواب وفق أحكام المادة 88 هناك مجموعة من الإجراءات التي يجب أن يبدأ فيها يجب ابتداء على رئيس مجلس النواب أن يشعر الهيئة المستقلة للانتخاب خلال شهر من تاريخ الشغور يشعر الهيئة بأن هناك مقعدا شاغرا في مجلس النواب الخطوة الثانية تقوم بها الهيئة المستقلة للانتخاب تقوم بملء الشاغر حقيقة الملء الشاغر يعتمد بالدرجة كبيرة أو بالدرجة الأساسية على النظام الانتخابي الموجود اليوم في قانون الانتخاب وهو القائمة النسبية إذا ما استعرضنا المادة 54 من قانون الانتخاب نجد بأن من سيخلف النائب أسامة العجارمة هو ذلك المرشح الذي ترشح معه على نفس القائمة وحصل على أكبر عدد من الأصوات لكنه لم يخز في الانتخابات بمعنى أكثر نائب أو أكثر مرشح في تلك القائمة حصل على أصوات ولم يفوز في المقعد الانتخابي سيتم دعوته إلى استعرض معك فقط ما أخذنا نحن رجعنا للنتائج المنشورة على موقع الهيئة المستقلة للانتخاب وهذه كانت النتائج وفقا لما نشر على موقع الهيئة المستقلة للانتخاب الدار الانتخابية عمان الخامسة قائمة البيرق من حصد المقعد كان أسامة نايف سلم الحيلة تم فصله اليوم يليه في القائمة وفق عدد الأصوات رمزي محمود عياد العجر نحن اليوم بحاجة إلى قرار من مجلس مفوضين للهيئة المستقلة يجب أن يجتمع مجلس مفوضين يجب أن يجتمع نعم لأنه هو صاحب الصلاحية في تحديد أسم الدائب الذي سيخلفه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر